من بين تساؤلات التي تطرح فيما تعلق بمدة إقامة صلاة الترويح نتحدث كذلك عن فتح بيوت الوضوء لأن الكثير تساءل فيما تعلق بهذا الجزئية لأن لحد الساعة هناك استمرار لغلق بيوت الوضوء على مستوى المساجد دائما حفاظا على صحة الموصلين في ظل جائحة كورونا الأمر كذلك الاعتبارات بالتنسيق مع لجنة المكلفة بمتابعة انتشار فيروس كورونا على المستوى الوطني رحيح هو في الحقيقة كثير من تساؤلات خاصة في شبكات تواصل الاجتماعي كثير من الاعتراضات وفي الحقيقة الاعتراضات هذه دافعها كثير من الدعايات كأن هذه اللجنة الفتوى يعني غرضها وهمها غلق بويت الله سبحانه وتعالى أو غلق بيوت الوضوء كما ذكرنا من قبل يثيرون هذه التساؤلات وهذه البلبلة في هذا الشهر الفضيل قالوا يا بدي انتوما الجوامع هذوما وانا رح نصيبه الاكتظات في الأسواق في وسائل المواصلات في كذا جاي الجوامع وتقولونا بعده كما ذكرنا من قبل الجامع بطربي سبحانه وتعالى هو القدوة هو الذي يتبع وليس هو الذي يتبع إذا كان في وسائل المواصلات كانت فيها اكتظات هذا خطأ ولا شك في الأسواق إذا كانت فيها اكتظات هذا خطأ ولا شك لأنه يا عباد الله لابد أن نعلم بأن هذا البلاء لا زال يسري في الناس ولا زال إلى اليوم يفتك بأرواح بعض الناس للأسف الشديد كأن بعض الناس يظنوا بالقضية فرات خلاص وكأننا نتحدث عن أمرين مضى فلذلك هذا التدابير كلها تدخل في إطار الحفاظ على صحة الناس وعلى حياة الناس إذا كان اليوم قلنا للناس بعده في المساجد حفاظا على حياة الناس صحيح والجامع هو القدوة أقول وأكرر الجامع هو القدوة إذا كان الناس اكتظوا في مكان واحد آخر هذا خطأ ولا شك هذا خطأ ولا شك في الجامع ما شيء يتبع الخطأ الجامع لابد أن يتبع في الصواب هذا الأمر الأول الأمر الثاني بيقولت الوضوء كذلك نحن نشعر بالشكاوة عن الناس نشعر بالألم عن الناس نحن نشاعرون بهذا الأمر وكذلك جزئية أخرى الدكتور نصر الدين الميلي هناك شوق للمصلين إلى صلاة الترويح خاصة خلال العام الماضي اللي شهدنا فيه كان ظرف استثنائي في ظل الجائحة كذلك هذه الجزئية هذه مهمة مهمة جدا طبعا هذا يعني كل مومن إلا ويشتاق للصلاة خاصة صلاة الترويح رمضان كله ربي سبحانه وتعالى بأجوائه صحيح داروا مرة في العام حتى يكسر الروتين انتع السنوات انتع السنة الأشهر كلها جاشه رمضان حتى يكسر هذا الروتين فرمضان فيه روحانيات غير موجودة في الأشهر الأخرى ومن جملة الروحانيات هذه الشوق إلى صلاة الترويح فنحن نشعر بشكاوة الناس ولكن أقول الإخوة هذو اللي راهم يسمعونا اللجنة هالفتوها هذه كما قلت من قبل لا تعمل بمفردها تعمل بالتنسيق مع اللجنة الطبية التي هي أعلم منا بهذه المسائل اللجنة الطبية إذا كان قالت باللي بيوت الوضوه هذه مكان لانتشار الفيروسات فنحن لا نملك حفاظا على أرواح الناس إلا أننا نغلق هذه بيوت الوضوه سبحانه بيوت الوضوه ونحن نتمنى إن شاء الله تعالى في المستقبل تحسن الأحوال تعود تولي المصاحف إلى حالتها كما كانت من قبل سنتحدث كذلك هذه الجزئية تعود تفتح بيوت الوضوه كذلك هذا الأمر كلها نحن حريصون عليها لأننا يا عباد الله كما قلت من قبل نحن لم نأتي من المريخ نحن نعيش في بيوت الله سبحانه وتعالى ونشعر بما يشعر به الناس الأمر هذا نحن مضطرون إليه نقطعنا خطوة كبيرة العام اللي فات كانت بيوت الله سبحانه وتعالى حزينة وكانت قلوبنا كذلك حزينة أول مرة ربما نشهد في تاريخنا بيوت الله سبحانه وتعالى ساكت من بلبلها المساجد التي كانت تصدح في كل ليلة من ليلة رمضان بالقرآن كانت ساكتا خاصة عبارة الصلاة في بيوتك منظر حزين تقشعر لها الأبدان حقيقة صحيح أبكتنا قطعنا خطوة كبيرة عظيمة جدا أننا العام هذا بيوت الله سبحانه وتعالى فتحت أبوابها للناس إن شاء الله تعالى مازال خطوة واحدة أخرى تحسن ربما من الأحوال إن شاء الله تعالى إن شاء الله تحسن ربما من الأحوال